مشاهد زي اللي حضراتكو بتشوفوها خلت ناس كتير تكتب على هاشتاج ماتا عمر بيستدلوا بالقول المشهور اللي قالوا فيه وإذا سألوك عن العدلي فقل ماتا عمر ماتا عمر هاشتاج اتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوفيات وغرق الشوارع والمنازل والبيوت والطرق اللي انهارت بسبب موجة الطقس اللي زي الزفت اللي ما قدرتش مصر تواجهها بهاي لمنها جانب من التويتات خلت ناس تقول اقسم بالله انا بكيت من منظر الصورة اتمنى نعرف مكان الست دي فين بالزبط والكل يساعدها حسبنا الله ونعمة الوكيل ماتا عمر الست اللي طالعة تتكلم وطالعة يعني هي ما تكلمتش بس بلسان حالها بتتكلم في وسط المطر والغرق والميغة ماش لقي حد يديها لقمة عشها فبتطلع في وسط هذه الظروف انها بتدور على لقمة عشها بتبيع ترمس واعدة في وسط الغرق والميغة والمطرة طلعوا قالوا ماتا عمر وماتت الرحمة ايمن السوافي غيره كتب وقال اهو بكرة هيطلع علينا كل البرامج ان الحكومة كرمت السيدة ودوها شقة ومعاش محترمة والمفروض اننا نزاقطت بقى المشكلة اننا عايزين حلل كل الطبقة البسيطة اللي هي منها مش عايزين حللها لوحدها هي صورة الالاف السيدات زيها حسب يا الله ونعم الوكيل مات عمر ومات معاه العدل طبعا سيدة اسكندرانية تخرج للعمل في الشارع لاجل اطعام ابنائها في عز المطر والبرد الشديد يا رزاق يا كريم الصورة تحزن وحال مصر بقى يحزن لكن عندي تعقيب بسيط معظم الكومنتس ما شاء الله بتطلب تعرف عنوان الست علشان تساعدها ومتعطفين جدا طب هو انتو مش بتشوفوا المشهد دا كل اليوم في الشارع والاغلبية بتقرف منهم ومش بتساعد ولا عشان الست بقى الترند الكل بيتعاطف وعايز ياخد اللقطة سؤال مهم جدا تطرحوا في هذا التوقيت لانه الدولة والنظام درجت في الاونة الاخيرة انه لما اي صورة تعلم مع الناس على السوشيال ميديا ياخدوا اللقطة ويحاولوا يلموا الموضوع فاكر المجند بتاع القطر اللي الست دفعت له الفلوس لما تخانق مع الكمساري جابوا الست وجابوا المجند وقعدوا يكرموا الاتنين وقال لك يلا علشان ناخد اللقطة ومصر بتكرم اولادها وما بتنساش مش بعيد برضو يعملوا كده مع الست الغلبانة لكن في النهاية انت حلت المشكلة هل انت قضيت على المرض ولا عليكت العرض بمسكن يخلي الناس تنسى وتركن علي جاي احنا ما بنعالكش الامراض الامراض الحقيقية في هذا المجتمع لما الناس تعرف ان حقها لازم يجي وانها ما ينفعش تفضل تتسول حقوقها وان لما فيه لجنة تتكلف وتقرأ خبر انه من 2015 السيسي كلف شركة المقاولين العرب علشان تعمل منظومة صرف للامطار وفي 2020 يبقى دا المنظر يبقى فيه ناس بتتحاسب مش يجي نواب البرلمان اللي المقعد فيه بخمسين مليون يطلع ويقول تحيا مصر ويرفع ايده ويتقال موافقة وتبقى الدنيا خلصت او تيجي الست الغلبانة تاخدها وتكرمها وتديها هدية وتخلص الموضوع على كده وتتصور وشفت الجمال الموضوع مش هيخلص بالطريقة دي لان البلد مخرباء من جوه البلد فيه بصلة محولة عند فخمته مخليا مش شايف غير مدن العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة مش شايف غير الصرف والنهب في قوت الغلابة والفلل والاستراحات والناس تولع مش شايف غير انه يعمل قطر سريع بيودي من العاصمة الإدارية لحد مش عارف فين في السحل الشمالي وسايب الناس بتموت في سكة الحديد راحت فين قروض السيسي راحت فين قروض السيسي اللي بياخدها على حساب المصريين اللي بيدفعوها من دمهم ومن عرقهم ومن قوتهم سؤال بيطرح في هذا السياق وإحنا محتاجين نفهم لما نسمع ان السيسي كل يوم بيتعقد وبيتفق على قرد جديد انبارح كان واحد خمسة وسبعين مليون دينار كويتي علشان يعمل منظومة صرف في بحر البقر والنهاردة بيختبت صندوق النقد الدولي علشان ياخد قرد جديد وهلوم مجرة وهتخلص الليلة لكن هل في محاسبة هل في حد بيتكلم هل في حد بيحاسب هل في حاجة بتحصل ادي وش الضيف